طب خلينا نروح للتنس وبنتنا مياري الشريف بنت النادي اهلي وبنت مصر رايحة تلعب الادوار التمهدية لبطولة رولان جاروس بباريس انتعرفين طبعا البطولة دي من اكبر بطولات الجراند سلام في العالم والحقيقة كنا كلنا من تباعة وحنا صغرين مياري الشريف لعبة المنتخب الوطني للتنس الارضي وانيك متنادي اهلي وصلت العاصمة الفرنسية باريس امس لحضوء او لتشارك في الادوار التمهدية لبطولة رولان جاروس واحدة من اكبر بطولات العالم في التنس الارضي وبطولات من البطولات الجراند سلام زولتنا حضراتكم واتلاعب لعبة قوية جدا من بولندا البطولة هتتلاعب في الفترة من 24 إلى 13 يونيو الجاي ميارة تصنيفها دلوقتي المية وعشرين يعني ميارة سنة الفتكة في التصنيف المية وخمسين فطبعا في سنة ادري التنوت 34 مركز قدام وهي عندها احلام انها تتحسن ترتبة خلال الفترة الجايهة وتخش في الطوب 100 دي صور ميارة شريف طبعا اللي لفت العالم كله ربنا وفاها وبالتوفيق لميارة شريف بينتنادي الالف البطولة القوية دي والله هيشارك فيه اهم اللعيب على مستوى العالم وخلينا اقول لكم ان ميارة شريف يعني ان شاء الله كل العالم بيتوقع لها ان هي ممكن السنة دي يعني بدأنا السنة خلاص وبدأنا الموسم ممكن ان شاء الله تخش في طوب 100 بعد بطلتين ثلاثة من مشاركتها العالمية كل التوفيق لميارة شريف